بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحلقة المتجددة مع شيخنا الدكتور محمود عبد العز العاني نتكلم إن شاء الله عن موضوع الحكمة في الموعظة الحكمة في الموعظة تحتاج من كل داعية شيخ العزيز أن يتحين الفرصة للموعظة يعني الموعظة لا تكون في كل وقت ولا في كل حين كأن صلى الله عليه وسلم يتحين الموعظة كما سنسمع إن شاء الله من جنابك والله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل يا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذن لابد أن تندمج الحكمة مع الموعظة لأنه أحيانا تكون موعظة جافة موعظة قاسية موعظة ليست من القلب ولذلك ما تكون فيها حكمة وهذه حقيقة مشكلة كبيرة فإذن نحتاج إلى أن نسمع أخواننا المشاهدين أخواتنا المشاهدات إلى أن كل إنسان يدعو إلى الله على بصيرة من أمره أن تكون له عنده خبرة بالموعظة وخبرة بالنصيحة وكيف ينصح كيف يعظ الناس كيف حتى يدخل إلى القلوب وإلا أحيانا الموعظة تكون صورة عكسية ويصير ردة فعل وما تنفع نعم شيخي بسم الله العافية بارك الله فيكم يعني مراعاة الناس عند دعوتهم ونصيحتهم نعم هي سنة نبوية وهدي قرآني أيضا الله سبحانه وتعالى يعني أجمل في قولي تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم هذه الحكمة هي كلمة واحدين درج تحتها نعم كثير من التفاصيل والعلوم والفنون أيضا مراعاة الحالة النفسية مراعاة الوقت والصحابة فهموا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الملالة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يعني بين فترة وفترة مخافة السآمة علينا السآمة يعني الملل حتى لا نمل ويقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا هذه أيضا يعني بمعنى أني أكون مصدر سرور وانشراح وسعادة للشخص الذي أنصحه ليس مصدر إزعاج بحيث ينفر من أندي ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بما يعرفون يعني طريقة تحبون أن يكذب الله لما تكون طريقة خاطئة يفهمها خطأ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله الله فلذلك يعني عرض الإسلام عرض النصيحة عرض الأصلاح في المجتمع هو فن وعلم وحرص ورحمة مو تنفيس عن النفس والله أنا غضبت وأعتقد أنه الغضب لله سبحانه وتعالى وأبدي أثور وأسب وأجتم أو أحط نفسي قاضي وأبدي أعاقب الناس وبالتالي يعني أكون مصدر تنفير وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يبين بطريقة لا تجرح مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص يخطئ شخص واحد يخطئ لما يصعد على المنبر يقول ما باله قوم يفعلون كذا قوم من هالقوم ما حد يعرف بدون اسم لأنه هذا الشخص لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يفترض أن الخطأ قد يفعله شخص آخر فالتبليغ يكون لجميع الناس بس تبليغ الناس لا نشخص شخص معين وإنما ما باله قوم يفعلون كذا فيعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة وصول الدين وصول النصيحة وصول الفكرة وأن لا تكون مصدر تنفير و إزعاج أيضا يعني شيخي مثلا لا أعرف رأيك بالموضوع الحقيقة فيها إظهار للشعائر بس ببعض الأحيان يعني مثلا إعلان القراءة بالسماعات قبل الفجر فيها إيقال للناس يعني لكن هي مسألة ربما هي تكون يعني بس يرادلها إجراء بسيط يعني السماعات بعضهم ينكسوها على البيوت صعبة فيكون وصولها مساحة الوصول المحدودة وبهذه المساحة المحدودة الصوت يفوت نعم بالدماغ قبل نعم يعني الصوت صارخ المريض النائم التعبان بالضبط يعني يعني اتفاء بالأذان أيضا يعني القرآن قبل الأذان أو قبل وبعد الأذان أو الصلاة في السماعة أنا لا أرى فيها ضرورة ولا فيها حاجة من باب أن الإنسان يتحين الموعظة يعني واحد نايم ويجي يقعد القرآن من النوم هل راح يسمح للقرآن راح يصبح تغصي عنده ردة فعل نعم من القرآن فما فهذا ليس بابا من باب يعني يعني إذن مراعات يعني المراعات المراعات تجدها مراعات الله سبحان الله اي ذكرتني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتحين الموعظة شيخي يعني لما جاء إلى امرأة مات ابنها فالنبي فقط قال كلمة استعيني بالله واصبري قالت إليك عني عافها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاف الآن مو وقت موعظة عافها النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال له أنت سويته ما تدري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرفه حديثة عهد خطيئة خطيئة أذت النوبة أكثر هذا رسوله وسلم وأنا قلت له إذا جاوبت فليحكت قالت يا رسول الله أعتذر لم أعرفك أنك رسول الله هذا بها دروس طبعا هاي العبارة أولا بعدين قال لنه وسلم إننا الصبر عند الصنة الأولى يعني راحت عليك بعد بس بعدين وعظها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيدرس أنه النبي صلى الله عليه وسلم حال حال الصحابة حال حال الناس في مهيئته في لبسه في تعامله في كلامه ما عرفته ولكن لم تعرفه ما كان البستاج ذهبه صلى الله عليه وسلم ككسرى والروم وغير ذلك إذن حقيقة تحينا الموعظة تحتاج إلى دراسة أنا سمع لكلام لسيدنا بالدرداء يقول أصبحت النصيحة فضيحة قيل كيف؟ قال ينصحه على رؤوس الخلائق يعني يعيضه على رؤوس الخلائق هذا غير صحيح ليش لأنه ما يصير أمام الناس أنت تقول له وأولاً تسويت فلان شغلة وما يصير لازم تسوي فلان شغلة احتمال المقافض تأخذه العزة بالإثم أنه يتزمت وجوز يردك برد غير لائق وما راح تستفاد لا أنت مستفيد ولا هو مستفاد بين ذلك يجب أن تكون النصيحة والموعظة أيضاً أحياناً بالسر يعني بينك وبينه حتى تكون أنفع أولاً أصوب بينك وبين الله عز وجل أردت بها وجه الله وكذلك المقابل أيضاً ينتفع بها أكثر من أن تكون أمام الخلق سبحان الله نعم فذلك الموعظة أيضاً لها آدابها كما تفضلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل موقف درس وموعظة يعني مرة النبس صلى الله عليه وسلم فات رأى شاتاً ميتا قال يقول لأصحابه ماذا ترون في هذه الشاتر يعني الميتا كيف هانت على أهلها قال نعم يا رسول الله والله يعني ما حدب حالها هانت على أهلها قال والله إن الدنيا لأهون عند الله من هذه الشاتر على أهلها يعني ما تسوشي الدنيا نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الموعظة في موقف محدد فشوف شون استفادر مثل مصور أمامهم مصور شات ميتا فطيسة ما حدب حالها نعم كذلك مر بشجرة يابسة صلى الله عليه وسلم وبيها شجر برق أخضر شوية واليابس دعيه وقع قال ما لا ترون في هذه الشجرة يا أصحابي يا أصحاب الإسرائيل قال يا رسول الله نرى في هذه الشجرة أنها شجرة يابسة لا خير فيها قال مثل هذه الشجرة مثل قلب المؤمن إذا اخشعر جلده من خشة الله تساقطت ذنوبه وبقيت حسناته الورق الأخضر يبقى بس الورق اليابس الذنوب تتساقط متى إذا اخشعر جلده من خشة الله لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين خشته والإنابة وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسمي من قبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة